يقول متزوج من خمس سنوات يقول ما حصل إنجاب بيني وبين زوجتي يقول تبين مع التحاليل بأن الزوجة غير قادرة على الإنجاب إلا عن طريق عمليات الأطفال الأنابيب يقول أنا غير مرتاح عندي شبهة عندي شيء يقول ما أدري حتى لو حصل يقول هل في مشكلة أخوي بارك الله فيك أحمد أسأل الله تعالى أن يسر لك و لزوجك الإنجاب أسأل الله عز وجل أن يرزقك مرة الذرية الصالحة الطيبة أخي الفاضل بالنسبة لمسألة الإنجاب عدم الإنجاب هذه من قدر الله عز وجل فالله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعل من يشاء عقيمة و لذلك الناس يتفاوتون منهم الولود و منهم العقيم و سنة الله ماضية في خلقه و لن تجد لسنته تبديلا و قضية عدم الإنجاب قد يكون خير للإنسان قد يكون خير للإنسان يعني الإنسان لا يكره لا يكره صحيح جبلت النفوس و القلوب على محبة الولد و لكن أحيانا قد يكون هذا الولد فتنة لوالديه و قد يكون بلاء لوالديه و أنا أعرف أناس و الله يقول ليت أنا ما جيبنا عيال أنا أنا أعرف شخصيا أناس أعرفهم كانوا جيران لنا يقول ليت أنا ما جيبنا عيال لماذا لأن شقوا بأولادهم فأنا ما قصدي أني أصدك عن هذا الأمر لا و إنما قصدي الرضا و أنت واضع عندك الرضا ما شاء الله اللهم بارك لكن لزوجتك أيضا الحق في قضية الإنجاب مسألة أطفال الأنابيب ما فيها شيء بالشروط الشرعية و القواعد المرعية و إذا سلكت هذا المسلك ما ينبغي أن يكون لديك شبهة و أنت يظهر فيما يظهر و الله أعلم أنك ما استوعبت المسألة و لا سألت مثلا المراكز المتخصصة في قضية العمليات الأطفال الأنابيب ممكن تذهب و ترتاح لما تسمع كلامهم و كيفية عملية كذا طبعا بالشروط من ضمن ذلك أن يقوم على المسألة العملية بالنسبة لزوجتك امرأة و بالنسبة لك رجل يعني في قضية الكشف العورة و كذا أما مسألة التلقيح فيما بعد ذلك ما يوضع في المرأة يجب أن تكون هناك طبيب بارك الله ذك أنت الآن في حل أنت الآن سواء يعني إذا قلت والله أنا ما لي راغب و لا لي خاطر أنت ما تأثم على مثل هذا الأمر لكن زوجتك هل هي الآن مثلا ترغب في هذا الشيء هذه تتفهم أنت و إياها قضية تقول لا و الله الحمد لله أنا سألت و كذا ما في شيء لكن تلتزم الشروط التي تأتي إلى مركز يلتزم بمثل هذه القضايا فيما يتعلق بكشف العورات بالنسبة للمرأة امرأة بالنسبة للرجل رجل طبعا هي قضية التلقيح فقط بالنسبة للمرأة يعني هو سيأخذ منك ليس بالضرورة أن يكشف عليك رجل سيأخذ منك بفعل نفسك و هي قضية فقط الزراعة فقط يعني إيصال هذه إلى الرحم ترجمة نانسي قنقر